نروح للأخبار الخفيفة للطيفة يلا بينا نروح طيب أول خبر عندنا هي وقع الوقع دي في حد ذاتها هي وقع طريفة الوقع بتقول أن راجل ألماني أعاد كتاب كان سبق وسط عاره من 60 سنة من مكتبة في مدينة منشن جلاتبخ الألمانية المكتبة الألمانية قالت أنها تلقت الكتاب في طرد من جنوب فرنسا مع رسالة اعتذار الرسالة دي مكتوبة بخط الإيد مكونة من صفحة طيل يعني 60 سنة لازم يكتب صفحتين اعتذار شايف الأمانة؟ ردوا الأماناتي الأصحابي بعد 60 سنة يمكن كان ضايع منه برضو على ملائك مش مبرر بس مهم أنه رجعه يعني مش هندور الأسباب عشان مفيش سبق 60 سنة بس أمانة لأنا عدمني الأمانة بجد الضبط كده تبص بقى ركز الخبر اللي جيدا أنا معك خلاص طبعا ما إحنا لسه في أجواء البالنتاين وعيد الحب في سيدة من دولة أوروبية خرجت عن المألوف جابت هدية كده غريبة شوية شويتين الحقيقة هي جابت لجزها جيركن بنزين يا سيدي يا رب هو خمسة لتر بس هو خمسة لتر بس وقدمت له المفاجأة دي وهما وبعض بيتعشوا في أحد المطاعب ومناسبة عيد الحب طبعا يعني بعد بقلصت الأكل بقى فتحت له الشرطة وقدمت البنزين أو جيركن مليان بنزين ولما سألوها عن السبب بركز في السبب بقى قالت عشان يبقى يوصلني البيت والدتي ومايتحججش بأن البنزين غالي دي علاقة دوكسك يعني والله دي علاقة صحابها أنا جيف في دماغي اللي هو فهمه في الآخر هتولع فيه مثلا زلمنا لا ايه دا فيه ايه بش الدرجات دي بس يعني داخلي على البنزين برضو هتشوفك أولا هم بجوزين فهو يعني مش هو بيعيرها طيب عشان ما تتحججش عرف طب بتعيرها انت بتوصل على لو عشان ما تتحججش بحاجة طب وانتي جما كنت فاولي لعربية يعني جبت له خمسة لتر برضو وفيه ايه دنيا بقاش فيها خير خاف فهم ترجمة نانسي قنقر